حبايبي طالب التالت سنة واهلا وسهلا بيكو في سلسلة الاسكيلز ريدن كومبريهنشن والنهارده الجزء الخامس هنقرأ فيه قطع رقم تسعة ورقم عشرة صفحة تسعة وعشرة برضو في الملزمة بتاعة الكمبريهنشن آآ ركز معايا كويس احنا داخلين كمان على سلسلة تانية سلسلة حل امتحانات هناخد فيها خمس ايام مش هنطول عليكو يعني عشان تبدأوا تبصوا على المواد اللي عندكو من بداية ستة من اتنين تاعة ستة ان شاء الله يلا بينا نبدأ على طول القطع رقم تسعة صفحة تسعة مليونس ببيبول ار اتاكد باي اسيكريت انمي ملايين من الناس بتهاجم بعدو خفي ويتش كوزيس مور هارم الذي يسبب المزيد من الضرر ومعاناة شديدة زين اني ادر ديسيز عن اي مرض اخر اتس نيم اسمه ازواري اسمه هو القلق القلق تبقى للاطباء القلق ممكن يسبب الكثير من الامراض العضوية وحتى لو ما عملش كده ممكن ياكل طاقتنا بطرق عديدة ويدمر صحاتنا ويجعل حياتنا صعبة وباقسة وري is a very dangerous enemy فان القلق هو عدو خطير جدا the stresses, التوترات, and the strength, and the strength of life بتاعت الحياة, may make us worry ممكن تجعلنا نخلق about silly trivial things, من اشياء تافهة وسخيفة worry eats into our hearts, فان القلق بيأكل في قلوبنا بيأكل بيهري في قلبنا, and causes us to spend long sleepless nights وبيخلينا نقضي ليالي طويلة بلا نوم as a result, ونتيجة لذلك, some of us get tired easily البعض منا بيتعب بسهولة some get depressed, والبعض بيحبط and the other became irritable وآخرون بيصبحوا سريع الغضب and life seemed to be an endless chain of worries والحياة بتبقى سلسلة غير منتهية من التوترات او القلق worry affects nearly everybody in society القلق بيؤثر تقريبا على كل واحد في المجتمع from teenagers to elderly من الشباب او المرهقين الى الكبر السين elderly people students worry about their exams فان الطلاب يقلقون من امتحانتهم parents worry about their children والاباء بيقلقوا على اولادهم children young men and women worry about their future life الشباب والبنات الشابات بيقلقوا عن مستقبل او حاتهم المستقبلية needless to say مش محتاجين نقول worry is the result of thinking ان القلق هو نتيجة للتفكير in a wrong way بطريقة خطأ it's a fact that thinking over worries bring about more worries انه في الحقيقة ان التفكير الزائد في القلق يسبب المزيد من القلق كل ما هتفكر في القلق كل ما هتقلق اكتر we must face لازم نواجهه as it's quietly نواجهه كما هو بهدوء boldly بشجاعة او بجرأة and bravely وبشجاعة the problems a warrior face فان المشكلات التي يواجهها القلق الشخص القلق are the same that other face هي زيها زي التي يواجهها الاخرين to overcome worry للتغلب على القلق we should cultivate different interests يجب ان نطور اهتمامات مختلفة develop contact نعمل a contact with larger number of persons يعني نعمل حوارات مع عدد كبير من ناس and spend our leisure time on a useful hobby ونقضي وقت فراغنا في هواية مفيدة when feeling worried لما تشعر بالقلق retire to a quiet corner and relax retire يعني تقاعد بس هنا طبعا مش معناها تقاعد يعني خد لك جنب كده هادي وعمل relax استرخى choose the correct answer from a b c or d the best sentence to summarize افضل جملة نقدر نلخص بها the passage is a since life since هنا معناها لأن since life is miserable we should ignore our problems لأن الحياة بقسة المفروض نجهة لمشكلاتنا worry is an organic disease القلق هو مرض عضوي لا خالص طبعا worry eats up money الا لا بيأكل الفلوس and mix us بور طبعا لا since life is hard لأن الحياة صعبة we should face it bravely يجب أن نواجهها بشجاعة and without worry I was no worry هي دي الصح to feel happy كي تشعر بالسعادة is to إنك يعني تعمل ايه indulge in worry تنغمس في القلق avoid organic disease تتجنب الأمراض العضوية make life miserable تجعل حياة بائسة avoid much worry طبعا هي الصح تتجنب المزيد من القلق what can we do to overcome worry إيه اللي نقدر نعمله للتغلب على القلق practicing useful and interesting hobbies صح ممارسة رياضة مفيدة وشيق مش sitting idle at home نقعد كده تافهين أو عاطلين في البيت مش thinking deeply about our problems نفكر بعمق في مشكلتنا يبقى ما عملناش حاجة ولا eating a lot of sweets تاكل حلوات كتير the best title for the passage is أفضل عنوان الاقتطاع is stress and the elderly people التوتر والناس كبار في السن stress and teenagers التوتر والمراهقين stress is a serious disease هي دي الصحة طبعا stress is a secret issue طبعا worry prevents us from الألأ بيمنعنا من ال eating لا بالعكس ده لما نكون ناس تكون ألأنا بتاكل أكتر learning التعلم sleep ولا being treated أنه علاج لا بيمنعنا من النوم اللي بيكون الآن ما بيعرفش نام thinking in a wrong way results in التفكير بطريقة خطأ يؤدي إلى eating bad food لا طبعا fear and worry آه هي دي بيؤدي إلى الخوف والخلق the synonym of the word travel مراد في كلمة travel لو لاحظت significant يعني necessary يعني ضروري useful يعني مفيد by unimportant هي الوحيدة لصفة سلبية if we defeated worry لو إحنا هزمنا القلق our life would be ايه لو قدرنا نهزم القلق حياتنا هتبقى cheerful ولا miserable ولا unhappy ولا glummy طبعا لو هزمنا القلق حياتنا هتبقى cheerful مرحة أو أكسر بهجة القطعة دي بقى لذيزة قوي يريدك تقرأها أو تعمل mute للصوت أو لما عاكم الملزمة وقف الصوت خالص وقرأها من الملزمة وتعلالي اسمحها مني an american salesman باع امريكي used to go to go from house to house selling vacuum cleaner الحوار كله vacuum cleaner أنا هتطرها ترجمها طبعا عشان نقدر نفهم القطعة لو مش عارف vacuum cleaner يعني ما كناسة كهربائية he always talk one with him دايما بياخد واحدة معاه to show the house wives عشان يوريها الرباط المنازل what the machine he was selling can do عشان يوري لهم الألة التي تعملها one day يوم ما he went to a house on a farm ذهب إلى منزل في مزرعة the farmer's wife زوجة الفلاح opened the door فتحت الباب and the salesman went in at once والبيع دخل في الحال to demonstrate عشان يوضح لها يبين لها his machine to hear عشان يبين لها الآلة وتشتغل ازاي this powerful vacuum cleaner اهو الراجل بيك البيع بيكلم بيقول لها المكنة او المكنسة العملاقة دي قوية جدا will remove all the dust هتزيل كل الاتربة and the dirt and the dirt from your carpets من السجات بتاعك and drugs والمشايات he said no more old fashion beating with a stick مفيش بقى التنفيذ بقى بعصايا للنظام القديم ده making more dust than you get out of the garden اللي بيملى الدنيا طراب اكتر من اللي بتطلعي من السجادة يعني لما تيجي تنفضي سجادة بتوسخ الدنيا التانية لما بتيجي تنفضيها بيه المنفضة العادية بالعصايا it's no use to me وإيتس هنا it has it has no use ملهاش استعمال عندي زا ومن سد الست قالت له كده يعني انا ما يلزمنيش الكلام انت بتقوله يبقى ادي عيد على ايه على الفاكيوم كلينر you are wasting your time here انت بتضيع وقتك هنا young man ايوه الشاب just let me show you طب خلينا وريكي زا ومن سد كومة كبيرة من الاتربة من الوساخة over the carpet على السجاد good heavens يا الهي what are you doing ست قالت له don't worry madame ما تقلقيش madame he answered adding مضيفا some ashes مضيفا بعض الاش الاش اللي هو الرماض بتاع يعني رماض حرق الخشب اللي بتبقى منه الجزء الباقي ده اسمه ash to the pile of dirt يعني جاب الرماض كمان بتاع المتبقى من الحريق وحطه فيه الوساخة اللي حطها على السجادة i will eat every bit of dirt انا هاكل اي حتة من الوساخة دي that my vacuum cleaner doesn't bake up ده ما في استقى بعد كده بيقول لها المكنسة دي هتشيل كل حاجة ولو ما شالتش اللي هيتبقى انا هاكله يا ستي well in that case i will get you a spoon at once ردت عليه الستي بتقول له في الحالة دي انا هجب لك معلقة حالا عشان تبدأ تاكل i was only trying to tell you انا بس كنت بحاول ان انا اقول لك that we don't have electricity on this farm ان احنا اصلا ما عندناش كهرباء في المزرعة دي يعني الراجل هياكل كل الوساخة اللي رماها what can a vacuum cleaner do اسئلة سهلة قوي ال vacuum cleaner بتعمل ايه it can remove dirt from the floors ممكن تزيل الوساخة والاتربة من الارض the salesman took البيع اخد a vacuum cleaner with him to show to the customer عشان يوريها للزباين why did the housewife seem surprised ليه ربت المنزل كانت مندهشة at the salesman behavior من سلوك الراجل البيع because the man through dirt لان الراجل كان بيرمي الاتربة او رمى التراب and ashes والبقايا الرماد يعني underground على الارض why did the salesman say للبيع قال he would eat every bit of dirt ليه قال انها هيكل كل جزء او كل حتة بقية من الاتربة زال the vacuum cleaner didn't eat اللي ال vacuum cleaner مش هتاكلها او مش هتنظفها يعني عشان he was confident هو واثق that the cleaner would work well ان المكنسة دي هتشتغل كويس the housewife سؤال خمسة told the salesman that he was wasting his time because قالت له ان هو بيضيع وقته علشان ايه she didn't have money لا she wasn't interested لا her husband wasn't at home لا يبقى the house didn't have a farm مش البيت بس ده المزرعة كلها مفهاش electricity مفهاش كهرباء the underlined word demonstrate كلمة demonstrate means ايه what you shahed ولا شو يبين ولا sell يبيع ولا repair لا معناها شو دي باين هالهم what does the underlined pronoun it refer to كلمة لما قالت له it has no use ملهاش استعمال عندي يبقى vacuum cleaner in the end the salesman must have been في النهاية الرجل بايا ده must have been من المؤكد انه كان ايه طبعا disappointed محبط كده خلصنا يا شباب تسعة وعشرة الفيديو الجان شاء الله هناخد فيه احداشر واثناشر اقول لكم goodbye